يعيش اللبنانيون قلق التهديد المستمر بالعنف والنزوح وثقدان سبل العيش هذا ما خلص إليه تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية في لبنان بالأرقام يظهر التقرير ارتفاع أعداد الشهداء والنازحين خاصة في شهر أغسطس الجاري حيث أحصى ارتفاعا في عدد النازحين بنسبة عشرة ألاف نازح جديد في غضون الأسبوعين الأخيرين أي مع تعمق الضربات الإسرائيلية التي طالت بلدات قصفت للمرة الأولى في الأيام الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للنازحين قرابة 112 ألفا ويحصي التقرير سقوط 32 شهيدا منذ الثامن من أغسطس الجاري من بلدات الكفور وطير حرفة والضغيرة ومرجعيون وعيت الجبل ومركبة وغيرها بينما تحدثت إحصاءات لبنانية محلية عما لا يقل عن خمسين شهيدا من مدنيين وعناصر في حزب الله منذ الأول من أغسطس وهي الحصيلة الأعلى منذ الثامن من أكتوبر الماضي ما يرفع العدد الإجمالي للشهداء إلى أكثر من خمسمائة وأربعة وستين شهيدا احتمالات التصعيد لم تغب عن التقرير الأممي الذكر بأن المنظمات العاملة في المجال الإنساني في لبنان قامت بتطوير خطة طوارئ تتناول سيناريوهين الأول وهو صراع غير منضبط قد يؤثر على مليون شخص أما السيناريو الثاني فهو صراع منضبط قد يؤثر على ربع مليون شخص التقرير دق ناقوس الخطر محذرا من أن عدم زيادة التمويل الإنساني وتحسين الوصول إلى القرى الأكثر تأثرا بتبادل النيران فإن العديد من الاحتياجات ستبقى غير متاحة ما يزيد من معاناة المدنيين على الأرض ترجمة نانسي قنقر